أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وعرفنا كيف تكون العبادة لله وأن نحملها على مفهومها الحقيقي لا على المفهوم السطحي الذي يكتصر في العبادة على الله على الشعائر التي نعرفها في الفقه باسم العبادات ونعرف غيرها باسم المعاملات وقلنا إن العبادة بالمعنى الاستلاحي في كتب الفقه إنما تعني شحنة الإنسان لدوام ولائه لله حتى يستقبل حركة الحياة بهذه الشحنة وقلنا إن العبادة بمفهومها الحقيقي تشمل عمارة الأرض لأن الحق سبحانه قال خلقكم من الأرض واستعمركم فيها إذا فكل عمل يؤدي إلى عمارة الكون واستنباق أسرار الله في الوجود يعتبر عبادة لله لأنك تخرج من كنوز الله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس على أن ما عندكم ينفد وما عند الله إبادة وكذلك قلنا إن العبادة هي طاعة العابد للمعبود فيما أمره وفيما ناءه عنه وإذا كان الله قد طلب من المؤمن به أن يسعى إلى الصلاة يوم الجمعة ويزر البيع فقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا فقد طلب منا فعل شيء هو أن نسعى لداء الله وطلب منا أن ندع شيئا وهو البيع فلم يخرجنا إلى عبادته وهي صلاة الجمعة من فراغ ولا من خلاح وإنما من البيع الذي يمثل جماع حركة الحياة كلها لأن البيع كما قلنا واسطة بين المنتج لأي صنعة وبين المفتحلك ذلك نشمل الصناعات فإذا ما قال الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ذلك أمر جديد يخرجك من عبادة إلى عبادة الأخرى ذلك هو مفهوم العبادة الذي يجب أن يتركب في أن نعمل العقول التي خلقها الله لنا بالطاقات التي مخلوقة لنا في المادة المخلوقة وهي الأرض وعناصرها لنرقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويسعد الناس جميعا ذلك هو مفهوم العبادة فإذا قال الحق اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لأن الشرك يدر خضيتكم في الوجود يجعل الإنسان لفوتا ولذلك كنا إن الحق حينما ضرب المثل لراحة الموحد ولتعب المشرك قال ضرب الله رجلا مثلا رجلا فيه سركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل عبد مملوك لجماعة والجماعة مختلفة ومتشاكسة أي واحد منهم يأتمر بأمره إن أرضى هذا أغضب هذا إذن فهو مبدد مبدد الطاقات موزع المجهود مقسم للتفاتات ولكن العبد المملوك لوائد لا يتقبل إلا أمرا منه ونهيا منه فضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان الله يطرع القضية لعباده بصيغة الاستفهام وهو عالم بكل شيء ليجعل المؤمن به يشاركه في الجواب لحتى إذا ما قال هل يستويان عرضها الإنسان كسؤال على عقله ويريد أن يجاوض ماذا يقول نقول كده بطبيعة الفطرة وبطبيعة منتك الحق لا يا رب لا يستويان إذن أنت قلته لم يفرضها الله عليه وإنما طرحها سؤال منه إليه حتى يكون جوابك الذي لا تجد جوابا سواه لا يا رب لا يستوي هذا وهذا فإذا ما كنت كذلك ارتحت في الوجود وتوفرت طاقتك لأمر واحد ونهي واحد وتصبح سيدا في الكون لا تجد في الكون من يأخذ منك عبوديتك للمكون تلك راحتنا في اعبود الله ولا تشركوا به شيئا لأما الاشراك به يتعبكم يا ليتكم حين تشركون تأخذون عول الله ولا تأخذون عول الشركاء إنما ده ربنا يتخلى عن عول لك لأنه هو يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن أشرك معي إيه وهو لا يبقى هيتخلى عنه ولا لا ليته يأخذ حظه من الله كشريك وإنما سينعدم منه حظ الله لأن الله غنيل أن تشرك معه إيه إذن تبقى بلا رصيد إيماني أبدا يتعب ولا ما يتعب شيء يتعب وبعد ذلك قلنا يردف الحق سبحانه وتعالى عبادته وبالوالدين إحسانا الوالدين يعني يشمل الأم ويشمل الأرض لا لأنهما السبب المباشر في وجودك وما دامت عبادتك فرع وجودك يبقى إذن إيجادك منهما كسببين يجب أن يلفتك إلى السبب القريب لأنك بنفتتك إلى السبب القريب في أنهما سببان في وجودك يلفتك ذلك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان الأول وهو آذم وبالوالدين إحسانا والحق يكررها في آيات متعددة بالوالدين إحسانا سبق في صورة البقرة أن قال لنا وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل الميثاق إيه؟ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا في نفس الميثاق وبعد ذلك تأتي هذه الآية التي نحن بصددها اعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين وبعد ذلك يأتي أيضا في قوله سبحانه قل تعالوا أكذ ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول في صورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالدين حملته أمه كرها ووضعته كرها ويأتي أيضا في صورة أخرى وهي صورة العنكبوت ويقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حتى أنهما إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهمها الله حتى في موضوع الشرك بالله يومك إيه برضا وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يغييد منا وإن كان الوالدين مش لك إننا نعتف عليهم معروفا لأن المعروف كما قلنا يصنع لمن تحب ومن لا ولكن الممن الودادة القلبية ولذلك جاءت القائمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله تجد في الآيات التي تكلم فيها الحق قرن عبادته بالإحسان للوالدين وآياتين جاب لهم إيه آيات مستقلة ووصينا الإنسان بإيه بوالديه إيه إحسانا وفيه آية ووصينا الإنسان بوالديه إيه حسنة إيه الحكاية بتاع الإحسان وإيه الحكاية بتاع الحسن فيه إحسان وفيه حسن الإحسان هو أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعرا أنه يرات فإن لم تكن تراه فإنه يرات كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه يرات وقلنا إن الإحسان من أحسنة يبقى معناها أنه ارتضى التكليف وزادة في الإيه ولما الإنسان يزيد عما كلفه الله يصلي خمسة المطلوب ثم يجعلهم عشرة يصوم شهر لا بيصوم كل اثنين وخميس أو بيصوم كم شهر بيزكي اثنين ونص في المية لا بيزكي عشرة في المية أو خمسة في المية مثلا بحج مرتين مثلا الله إذن فالمسألة أن تزيد عن مفترض الله يبقى أدخلك في مقام إيه في مقام الإحسان ليه لأنك حين جربت أذاء الفرائض فحلت لك علمت مما أفاضه الله عليك من معين التقوى ومن رصيد قوله اتقوا الله ويعلمكم الله أن الله يستحق منك أكثر مما يكلفك به تبقى حاجة حلوة أوه لكن ما حلت لك ولا لا ولذلك بعض الصالقين جي في شطحة من الشطحات كده اللهم إني أخشى ألا تسيبني على الطاعة الله ليه ألا أنني أصبحت أشتهيها بقت شهوة نفس فبيعملها لإيه لأنها شهوة إيه فهو خايف لا يفقد حلاوة التكليف والمشقة كده بقول يا ربنا بقيت أحبه ومفروض ممنع شهوات نفسيني لكن هي بقت شهوة طبعا هعمل إيه بقاه يبقى ده دخل في مقام إيه دخل في مقام الإحسان ولذلك يجب أن نلحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال إن المتقين في جنات إيه وعيور إيش كده آخذين ما آتاهم ربه إنهم كانوا قبل ذلك إيه محسنين ليه محسنين ليه يا ربي قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وهل يكلف لله أن لا أهجع إلا قليلا من الليل ما دمت صليت العشق في أول أنا مع العد الفجر قد التكليل إنما كون ربنا حلا في ذهنك وفي قلبك وفي جوارعك إنك إنت تأنس بالقرب به قلنا بقى ده ما يردك يستقبلك إنما أدخلك في مقام إيه إنهم كانوا قبل إيه محسنين ليه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغسرون طب محدش يكلف ما يكلفه ربولة كده قال له أنت صلي خمسة فرود العربي قال إيه العربي قال له ما في جل الخمس فرود دي كده وفتعه قال له آه قال له أنا والله لا أزيد ولا أوص أمن نبي قال له أفلح إن صدق فأدخله في نطاق المفلحين أدخله يبقى اللي يزود عن كده يبقى يعمل إيه يبقى يدخل في إيه المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم شوف الدقة بقى في الأذاء وفي أموالهم حقهم ما قالش معلوم لأن المعلوم ده المفروض كأنه فرض على فيماله حقا وجعله حق لكن مش معلوم عشان ينويه مضتهبة اتنين ونص خمسة في المية خمسة المية عشرة المية خمسين المية ما هو حق إنما ما قالش إيه معلوم لكن حينما يتقلموا عن مطلوب الإيمان ينويه في أموالهم حق معلوم إذن دوني بالعمل ده دخلوا فيه مقام إيه آه أكنه بيقول لك أوعى تعمل مع والديك بس القدر المفروض ادخل في ضرهما والإنعام عليهما والتلتف بهم والرحمة لهما وزلة منكساب فوق ما يخلضه منك ادخل في مقام الإيه ثم يأتي في آلاته الأخرى ليأتي ليقول لنا إيه بقى يسيد كلها إحسان 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 دخل في مقام الإحسان يريد أن يسف ذلك الإحسان بشيء آخر وهو الحسن وهو ووصينا الإنسان بوالديه إيه حسن اللي مقابل للحسن إيه يبقى القبر يبقى إذن الحق أدخلنا في مقام الجمال مرة وفي مقام الإحسان مرة إيه مرة أخرى ولكنك تلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصل إنسان بوالديه الوصية للوالدين إنهم الأب والأم فيهم الحسن يجب أن لا يغيب عن بال المسلم الملحظ الأول أن الوالدين المفروض في الشائع الغالب أنهما يربيان ابنهما وفي النادر أن يصبح الولد يتيما ويربيه غير مين ويربيه غير ولدين فألحظ سبب الوجود والتربية بعد الوجود سبب الوجود ده مبرر على إنك انت تبدله حقوقه مفوق حقوقه متدخل في مقام الإحفان ولكنه جاء في آية وعلّل ذلك فقال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة جاب التربية فيه حيسية في الدعاء لهما وفي البر بهما وفي التوصيل نقول له إذن لو أن إنسانا أخذ فيك منزلة التربية ولم يأخذ فيك سببية الإيجاد يبقى له حق عليك أن يكون كوالدك كما ربياني الله إذن إذا كان والدين يمتهم أو واحد منهم امتهم اللي أم بتربية مين مدام جابها في علّة إيه في علّة الإحسان وقل رب ارحمهما كما إيه نقول الله إذن فمرة لا يجيء بمسألة التربية عشان يدها للوالدين اللي هم سبب الإيه الإيجاد وينزم من سببية الإيجاد وأنهم والدين لهم حي ربوه لكن قول الحق ثاني ربياني يدل على أن للتربية أيضا ملحظا فمن ربّى إنسانا يبقى لازم يأخذ حظ إيه حظ والدية حظ شيء آخر وهو ما الحق سبحانه وتعالى حينما وصنا بالوالدين إحسانا جاء في الحيثيات بما يتعلق بالأم ولم يأتي بما يتعلق بالأرض ورصينا الإنسان بوالدي إيه حملته أمه كره ووضعته وحمله وفلصاله ثلاثون شهر يبقى جاب الحيثيات لمين للأم للأم وانترك الأب بدون حيثية أم قال لك نعم ليه ده كلام رب كلام إيه كلام رب قال لك لأن إحسانا الوالدة بولدها وجد قبل أن ينزل ولدا حفظت على نفسها وكل ما تيجي تمشي تمشي بحساب وأي حاج يجي نحيطها يتحفق الله انشغلت به وأيضا هو وصغير كل المطالب قبل ما يتكون له عقل وفكر من اللي بيقضيها له أم وأبوه يبقى بعيد إيه ما يعرفوش اللي بيبقى ولد كده بقى عزينا ربه ليكفاح الحياة لكن الأم هي ده في الأسناء الخدمات اللي أدتها الأم لم يكن للففلي عقل من يبركه هذا إنما بمجرر نوجد العقل يلاقى أبوه هو اللي في الصورة كل ما يعوز حاجة أبوك يجيب لك كل ما يعوز مش عارف إيه أبوك كل ما يعوز حاجة أبوك ونسي مين نسي الحكاية بتاعة الحاملة دي ونسي حكاية إنه قاعدت تردعه ونسي حكاية إنها قاعدت تثهر وياه ونسي نسي ده كله لأنه ما إيه كانش عندي وضعه يبقى مين اللي عايز الحيسية إذن فحيسية إكرام الأبي موجودة للإنسان لأنه هو شف كل عمل وياه إنما الأم يمكن في إيه لأنها جاءت في غفلة الطفولة غاءت فعمل إيه ربنا راح جايد قال والصين الإنسان أبواليا حسن عملته أمه كره ووضعته كره وحمله وفصاله ثلاثون إيه شهر احسبها بقى ثلاثون شهر في إيه في العملي الأب في إيه الأب صحيح هو اللي جاي بالأصل إنما التفل ما يعرفش الحكاية التالية ديا وبعدين لما يتنبه كده يجي لابوه هو اللي بيجيب كل حاجة والذي كان ما يقول لها عمل ليه كذا ولا كذا تقول له أنت ما أقول له هو أنت غيباء من بيت أبوكي يعني أبوه اللي جاي يعني أبوه هو اللي في الصورة فمدام أبوه اللي في الصورة يبقى الحيثية عنده خلاص والأم حيثيتها إيه فكان ولا بد أن يذكرنا الله بالحيثية المتروكة عند الإنسان مكتفيا بالحيثية للأب الموجودة عند الإيه ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي قال له إيه أمك ثم من قال أمك ثم من أمك وبعدين ثم من قال أبيك لما تقعد تهتبها كده تلاقها إيه تلاقها واضحة وأيضا فالأبوه رجولة والرجولة كفاح وسعي والأمومة حنال وسطر مستورة يبقى دي عايزة أنك أنت ما تفدحاش كده وتكلت الجربع وتعمل أبوك لما الجربع زي بعضه الجربع بتاعته شرف له إنما الجربع بتاعته الأم تبقى حاجة صعبة فالحق سبحانه وتعالى الدلل إيه الدلل وبالوالدين إيه إحسان أو وبالوالدين إيه خسنا يمكرون في ثلاث آيات بعبادة مين بعبادة الله وعدم الإشراك به وبعدين أفرادهم بإيه بالإحسان ولاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال لك إن إنجاه داك على أن تشرك بيه ما ليس لك بيعلم فلا إيه ما تطعهمش إنما دا يمنع أن تبديهم المعروف وتدورهم الحاجة اللي هم عايزين إيه قال لك فقال نجاش في حتة وقل رب ارحمهما كما ربيانه لأنه وإن رب جسده فلم يرب قلبه وإيمانه يبقى ما يستحقش بقى الناس يبقى قول إيه ارحمهم على أي حاجة إلي زيابة الإنمامي وسعته في إيه في أمر الدنيا وانتهت المسألة وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشيع الإحسان في الكون كل يبتدئ بالأقرب فالقريب فالجار فقال وبالوالدين إحسان الممي يبقى فيه دوائر لو أني بقى كل واحد كده أحسن إلى أبويه ما تجدش واحد في شيخورته مهين ما تجدش قال لك حيوسع الدائرة شوي يوسع دائرة الهمة الإيمانية الوالدين كويس قال إيه بعدها وبالوالدين إيه إحسانا وبذي القربة وبذي القربة بذي يعني صاحب القربة القربة هي إيه مدام بذي القربة شيل الوالدين وكل من اللي نوحي لها خبية نسميها من أقريب ولا مش قريب قد أهو دلقدي الدائرة الثانية طيب ناخد الدائرة الثانية لو أن كل إنسان موسع عليه وقادر يعني عنده جدة خد دائرة الوالدين وبعدين خد دائرة القربة قل للواحد كده لما تجيب أي أسرة من الأسرة وتقعد تصفيها قربة كده تقوم تجد الواحد قريب لكم واحد لكتير يبقى لما كل واحد يعطف على القريب بتاعه ستتداخل ألوان البر من أقرباء متعددين على القريب الواحد شكيبه ولا إيه وما دم حتى تداخل الدائر يبقى الواحد القريب حيلاقي له كام واحد كتير أي يبقى ما حدش يطلع مختلف ولا لا أبدل قربة وبعد ذلك يتكلم عن الايه اليتامة وإحنا قلنا اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال شوف إزاي شوف فيه حنان أول وفيها حزم آخر ما يجيش واحد بعد ما بلغ مبلغ الرجال ويقعد ياخد أنه ياتيه لا خلاص انت بقيت إنسان لك ذاتية إيه مستقل ما تاخدش الحكاية دي بقى ياتيم انت ما بقى ان بلغت مبلغ الرجال خلاص انحل ذلك الوصف عنك انحل ذلك اللي تموت أمه ما نسميهش يتيم لكن في الحيوانات اللي يتيم في الحيوانات مش اللي فقد أبوه اللي فقد أمه ليه أم قال لك لأن الطفولة بتاعت الحيوانات بمجرد ما تنتهي الحيوان ما يعرفش لأبوه ولا أبوه في الكون وبقى انتهت المسألة الله يبقى إذن والطفولة دي من اللي بيرعاها القوم يبقى إذن الحيوان اليوتم بتاعه إيه القوم الانسان اليوتم بتاعه إيه ليه لأن احنا قلنا الانسان أطول الحيوانات عمر طفولة طفولة الشيء مرة طفولة الزبابة تبقى كم ساعة والطفولة التالية تبقى يومين والطفولة تالتة تقعد سنة سنتين إنما طفولتنا لحد إيه لحد ما نبلغ مش كده طويلة أم لا مش طويلة ليه كانت طويلة قالت لأنه مربى لمهمة أسمى منها الحيوانية فالطفولة بتاعته إيه نحن قلنا زمان إنك إنت لما تيجي مثلا تزرع شوية فجت تاكل بعد كام بعد كم ساعة اليوم تاكل مين مش كده ولا إيه إنما تزرع نخلة ولا تزرع شجرة مانجة تقعد بعد كام سنة بعد مدة إذا طول مدة الطفولة وعدم الإنجاب للمس بيتوقف على إيه على المهمة بتاعت الله مهمته كبيرة تبقى مدة طفولته إيه تبقى مدة طفولته أطول يبقى اليتيم من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ رجاله الله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع الدائرة يا كأن تقول الوالدين بس أو أصحاب القربة بس خد مين في الدائرة كمان اليتيم لأن اليتيم فقد أبوه فقد أبوه فقد أبوه ثم يرى كثيرا من لداته وأطرابه لهم أباء فلو ما كانش الحق سبحانه وتعالى يوصي بهذا اليتيم لمشأ الولد وفي قلبه جزوة الحقد على المجتمع ويمكن يتمرد على الله شمع منه مليش أب ودلهم أب بيجيب لهم حاجة لكن حين يرى أنه فقد أبا واحدا ثم وجد في الجو الإيماني أباء متعددين ما يسخطش على إلي ربنا خد أبوه وأيضا فإن الذين يخافون على أبنائهم أن يموتوا وهم صغار لو رأى الواحد منا يتيما مكرم في بيئة أبوه إيمانية ما يعودش يشغل نفسه بإنما خاف لا موته الولد يبقى صغير يقول لا ده المجتمع في خير ما تشوف عمل في اليتيم الفلاني إيه واليتيم الفلاني إيه إذن يستقبل قدر الله في نفسه بنفسه راضيه ولا لا ولا يعودش يقرق نفسه بعملية طب تتعبه وطيلته إيه قولك أنا الإيمان عندي طب وأموته مش عارف إيه بيئة مسألة شغل الناس ولا مش شغل الناس الله نقول له بقى إذا كان في بيئة إيمانية واليتيم مرعي من آباء إيمانيين متعددين يقوم يعمل إيه الولد ما فيش في حقد الأم ما يطلعش فيها حقد الآباء لأطفال ما يزعلوش أو لو أن القدر جاءه ما يخافوش من الموت ولذلك شفت وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا قافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا لأنك إن رأيت المجتمع الإيماني قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه يرعى مين أيتامك يقوم يجي الموت ما يجيش ولا تشغل نفسك لكن إذا رأى يتيما مضيعا يعض على أسباب الحياة مش كده وعايز يعمل الدنيا كلها علشان الولد نقولوا لا اعمله بأن تضع ما تريد أن تدخره له دعوه كمين في يد الله لأن الذي خلق آمن من الذي خلقه ومن ذلك إحنا قصة كنا قلناها لكم زمان إن سيدنا معاوية واسدنا عمر بن العاص قاعدين في أخريات حياتهم فبيتنظر بيتكلموا يعني كده ويا بعض فعمر بن العاص بيقول لي لسيدنا معاوية إيه يا أمير المؤمنين ماذا بقي لك من متع الدنيا ما هو شايفه بقى خليفة قال له أما الطعام فقد سئنت أطيبة وأما اللباس فقد مللت أليانه وحظ الآن في شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة مسألة كل واحد شايفة ولا لا دي كلمة بتبدي للإنسان طموحات إيمانية في الكون قال بعد ما بقى خليفة وعمير المؤمنين والدنيا كلها مقبلة عليه بقبعة الخلافة هو إلى آخر قال إيه حظ بس يخرج كباية ماء مش كباية بقى احنا عددنا كباية لا إيه ماء بردة في الظل شجرة في يوم صائف دي تيوجد عند الناس كتير ولا لا يعني كأن الطموح انتهى إلى إيه إلى ما يوجده عند أي أحد مفهوم ثم قال معاوية لعمر وأنت يا عمر ما دا بقي لك من متع الدنيا قال بقي ليه أرض خوارة خوارة يعني فيها حيوانات تخور بقر وبتاع فيها عين يعني عشان ترويه عين خرارة يعني تبدي إيه ماء تكون لي حياتي ولولدي بعد ما ماتي فيه الخادم اسمه وردان وردان هو بيخدمهم أم أمير المؤمنين معاوية حبي الله فطف وياه قال له وأنت يا وردان ماذا بكي لك من متع الدنيا شوفوا الجواب بقى عبد علشان تعرفهم إن الإيمان ما فيه سيد ومسؤول فقال له حظ يا أمير المؤمنين صنيعاته معروف يعني يسنع معروف أضعه في أعناق قوم كرام لا يؤدونه إلي حياتي ما يردوش الجميل دليل حتى تبقى فيه حتى تبقى لعقبي فيه عقبهم يبقى حظه إيه صنيعاته معروف أضعها في أعناق قوم كرام لا يؤدونها إلي حياتي حتى تكون لعقبي يعني للمتخلف من أولادي فيه عقبهم أكلم بيفهم أن ما فيش حاجة بضية حما حتمدي إيدة كينككة تمدي إيدة الغل والرسول صلى الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة يقول أنا وكافل اليتيم أنا 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 وحلمين سيدنا أنا وكافل اليتيم اللي يطوله يقضل وصلحته في الجنة هكذا الله إيه المنزلة دي يبقى بالله يكون له واحد ما يقعدش يدعبس على يتيم عشان يبقى مع النبي شوف بقى دي لما تكون في نفوس المؤمنين إن كفلت اليتيم تودي في هذه المنزلة في الجنة المنزلة في الجنة دي يعني كانت أمنيت كل صحابي الصحابي نظر إلى رسول الله مر فبكى قال ما يكيكا قال له يا رسول الله أذكر ونحن معك ثم أذكر منزلتك في الجنة فستكون في منزلة مش يعني مش هنحصالها أحبه فوالله لا النار خير لي من الجنة تبقى إيه اللي ما شوفهاكش فيها دي هتبقى منزلتك توديك فأنزل الله إيه فأولئك مع الإيه أنعم الله عليه من النبيين والصديقين قال لهم ما تزعلوش ما دمعوا بكم لرسول الله فحيخلكوا تفرحوا بالدنيا لأنكم وياه الآن وبعدين لما يبقى في الجنة يبقى منزلته أنتو ما نزلكوا دونه ولا تشفوشي لازم أوديكوا عنه المرء مع من أحبك فإذا كانت مسألة سهلة لكل واحد لكل واحد مسألة سهلة أنت أن يسوف لواحد ياتين كده ويعمل إيه ويدور عليه ويكفله عشان ياخد المنزلة الإيمانية المنزلة الثوابية المنزلة الجزائية المنزلة الأخروية دي وبعد ذلك يعطي لنا صورة لتربيب الجزائي وتكسيره يقول من مسح على رأس يتيم بس قال لي ازايك يا فك زي بس من مسح على رأس يتيم شوفوا شوفوا الاحتراث لا يمسحها إلا لله لأن قد تمسح على رأس اليتيم لأ مش يمكن مش رياء بس يمكن لأم أم يعني من مسح على رأس يتيم لا يمسحها إلا لله كان له بكل شعرة لا مسها حسنات مش حسنات كل شعرة يبقى لها إيه حسنات منزلة إيه دي قول لي بقى يعومي لليتيم في ضوء هذه التعاليم بالله ده يمكن ناس كتير يتمنى إنهم يتمنى يقول لك يا سلام ده الويت مجايب لحاجة إيه حاجة كبيرة أو لأنه فقد واحد بقى له كام لا بقى له كتير والمساكين إحنا عارفين إن المسكين وقالوا الفقرى والمساكين إنما كلهم في حاجة ولا لأ المساكين اللي فيه أقول لك المسكين يا طرى هو اللي ما يملكش حاجة خالص ولا الفقير هو اللي ما يملكش حاجة خالص ولا يملك دون حاجته يعني إراده مثلا عشرة إنما هو يعوز حاجته كام عشرين إيه المهم إنه يبقى إيه محتاج وكلمة مسكين ديا أولا فقير اسم معبر ومسكين أيضا اسم معبر فقير من فقار الظهر يعني حاجة تقطو من وفت زي ما بيقول مش كده ولا لأ طيب ومسكين المسكنة والسكن نعمل نقول ملوش خربوش يعني ملوش التعلاق في حاجة الباب اللفظ رفظه إيه نفظ معبر والجار كلمة جار عدلة جارة عن الطريق عدلة طب إزاي بنسمي بقى اللي فريحي جار قال لك بإيه لأم اللي فريحك حدد مكانا له من دنيا واسعة يبقى ترك الكسير وإيه عدل عن الكسير وجه للإيه بقى جارة خد حتة واحدة يبقى اسمه عدل عن إيه عدل عن دنيا واسعة كتير أي وجه إيه فسموا الجار لمن جار أي لمن عدل عن كل الأمتنة الواسعة إلى مكان في ريحك إلى مكان إيه إيه بقى ده اسمه إيه ده اسمه جار الجار ده الله سبحانه وتعالى يوصيني به وأوصاني بالإيه بالقريب وباليتيم وبالمسكين فمن ريوجد للجار حقوق كتير أو هو جار فلاه حق مش كيف ويتيم فلاه حق خلص ومدام يتيم له حق حيبقى له أكثر من حق المسكين لأن المسكين كبير برضه سواء قبالة الله وإن كان ومسلم يبقى له حق الإسلام زي اللي كان فيه جار له ثلاث حقوق وجار له حقين وجار له حق فالجار قريب يبقى له كم حق حق الجوار وحق القرق وحق الإسلام يبقى ثلاثة ولا لا على الأول طيب على الأول جار ولا هو شقريب يبقى له حق الجوار وحق حق الإسلام الله طيب جار ولا هو شو شلم حق الجوار بس حق الآيه شوف حتى الآيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الصورة فيكون ما زال جبريل يصيني بالجار يعني ما زال يصيني بالجار يعني إيه كرّو الوصية به تكرارا خفت أن يكون سيورسه يعني يجعل له من الإيه من الميرس طيب الجار بحدوده إيه أم قال لك حدوده الأقرب بابا إليك وألّك إلى أربعين زراع وألّك إلى أربعين دار أم قال لك طيب هنا بيقول والجار زي القربة حدّاله حق القربة وحق مين قال لك والجار الإيه الجنب قال لك نعم لأن فيه جار قريب وجار مش قريب جار بعيد يبقى جنب يعني إيه يعني بعيد طيب والصاحب بالجنب الصاحب المرافق وبالجنب يعني جنب في رحيه في جنب ده مين هو أم قال لك دي الزوذة تيمشي ولا ما تمشيش الوافق في السفر لأن الرفقة في السفر حيبقوا تملي إيه ويبقى تنفع ولا ما تنفعش التابع الذي يتبعك طمعا فيما عندك من رزق سواء كان الرزق مال ولا رزق قل ولا رزق حرفة بيتعلم منك حاجة برضو إذن الوافق ملازم يعني الايه الملازم طيب الخاضر برضو يبقى إيه من الجنب إذن كل حاجة بتوسع الدائرة ولا ما يتوسعش الدائرة لما تحتم الدواب هتجدها تتداخل ولا لا طب الجار اللي من اربعين دا اربعين اربعين دار ولا اربعين زراع حيبقى كل جار داخل في كافلة كم جار زلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن لم تقدر على شيء فأكسر ماء مرقك ماء المرق يبدي منه الجار المهم إيه إن هو يتوافل وياه أو الجار ذي القربة الذي قربته بالمعرفة كتير أو فيه جيران بيبقى بينكوا بين بعض إيه وفيه جار ما تعرفش يمكن اسمه إيه ولا ليكش داعب أو دا الجار الإيه الجار البنو والصاحب بالجنب وابن السبيل لا الله ابن السبيل إنت تقول فلان ابن فلان لكنك مش عارف أبو مش كده ولا لا فلان من البلد الفلانية ابن البلد الفلانية ما انتش عارف دا من قبيل من ولاد قبيلت كده ما انتش عارف عنه حاجة أبدا يبقى دا إيه هو دا آه غريب وانقطعت به كل الأسباب حتى الأسباب الذي يتعرف بها لا ابن مين ولا مننا بلد ولا تعرف عنه أي حاجة يبقى دا ليه ساعة ما تشوف قولك ابن سبيل ابن ابن طريق يعني يعني لا يجد مكانا ينسب إليه إلا الطريق لا يجد أبا ينسب إليه لا يجد أم لا يجد قبيلة ولا أعضى تعرفت عنه حاجة اسمه إيه دا ابن إيه ابن طريق وما ملكت أيمانكم إحنا كنا تكلمنا عن ملك اليمين وقلنا إن الإسلام إنما جاء لا ليشرع رقا ولكن جاء لي ينهيه رقا وما دم بينهي الرقا يعمل إيه قال لك منابعه التي كانت موجودة قبل الإسلام تنسد ولا يبقى إلا منبع واحد هذا المنبع الوحد هو الحرب المشروعة الحرب المشروعة حرب المشروعة طب ليه ما أطلقونش زيرا أم قال لك لا لأن الحرب المشروعة عرضة أن يأخذوا من أبنائي وأنا أخذوا من أبنائهم فلا أطلقوا أبناءهم إن جاءوا في يدي ليظل أبنائي أنا في أيديه ولذلك انتهى إلى المعاملة بالمسك معاملة إن انتهى إليه إن انتهى إليه العالم حديث على الأرض وبعدين قال الزنب الذي تحدثه بينك يا بين ربك لا يغفره لك حتى تعتق إيه رقب عملت يا زهار تعتق إيه رقب حلفت يا مين وطلعت تعتق إيه الله كل المسائل رقب رقب يازا العمال بيعمل إيه ضيق المنابع رقب ووسع المصارف يبقى ديه لية من يريد الإلغاء ولا لا أهل وقلنا برضو إنه حينما أباح لنا أن يعني أن يتصل السيد بأمته برضو من تصنيات الرقب ليه لأنها إن تزوجت عبدا سيصير ابنها إيه ولكن إذا خد سيدها وجدت في عينه اللي نجيبها هيبقى إيه هيبقى أم ولد وخور وإلى لقاء آخر إن شاء الله